يحاول دولاند شانديو وشقيقه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من منزلهم الذي لم يعد صالحاً للسكن بسبب الفيضانات فقد فقدت أسرة شانديو ما حصيلها وما شيتها فهي تقطن بالقرب من بحيرة منشر في إقليم السند فاضت مياه البحيرة إلى القرى المجاورة فخلفت الأضرار وأرغمت سكان الجوار على الرحيل دمر منزلنا بسبب الفيضان وتمكننا من نقل أسرتنا إلى قرية أخرى بعد تحذير السلطات من فيضان البحيرة لا نملك شيئاً وعدنا لنحاول العثور على ما يمكن الاستفادة منه من حطام منزلنا هكذا بدأ حال العديد من القرى المحاذية لبحيرة منشر إثر تحذير السلطات بفيضان مياهها إلى القرى والمدن المجاورة فقد بدأ منسوب المياه يرتفع تدريجياً يغمر في طريقه الحقول والطرقات أصولاً إلى القرى بعض سكان القرى المهددة تمكن من الرحيل بيد أن آخرين لم يسعفهم الحال وآخرون يشتكون ضعف أداء السلطات لم نحصل على دعم أو مساعدة ولم تصل القوارب أو المركبات لإجلائنا لقد خسرنا ما حصيلنا وماشيتنا الطعام بحوزتنا قليلة بعض نسائنا حوامل ولدينا أطفال مرضى سمعنا بقرار الإجلاء عبر الإعلام فلم يكلف أحد المسؤولين نفسه كي يخبر السكان أو يوفر لهم التجهيزات اللازمة لقد غمرت مياه البحيرة مزيداً من القرى وباتت تهدد مناطق أخرى بسبب الخرق الذي أحدثت السلطات في الساتر التربي بدلاً من حمايته والآن تفكر بإحداث خرق آخر يعد إقليم السند أكثر الأقاليم تضرراً جراء الفيضانات التي تشهدها باكستان حيث أعلنت 23 مقاطعة تنفيه منطقة كوارثة طبيعية وتضرر فيه نحو مليون ونصف المليون منزل ويقدر عدد المتضررين فيه جراء الفيضانات بنحو 15 مليون نسمة فصل آخر من فصول كارثة الفيضانات التي تشهدها باكستان فما إن تنحسر مياه الفيضانات عن منطقة حتى تتدفق في منطقة أخرى الأمر الذي يضع السلطات الباكستانية أمام تحدي لتجاوز هذه الكارثة وتداعياتها عبد الرحمن مزيني من قرية بوبك إقليم السند